بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة الأولى خصائص شركة التضامن تمتاز شركات التضامن بعدد من الخصائص نتناولها في ما يلي اسم الشركة يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما ينبي عن وجود شركة وكذلك يجوز لشركة التضامن أن تبقي في اسمها شريك انسحب منها إذا قبل هذا الشريك ذلك أو يجوز لها أن تبقي في اسمها شريك توفى إذا قبل ورثت هذا الشريك ذلك الأمر الخاصية الثانية لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن متمثلة في صقوق قابلة للتداول وكذلك لا يجوز للشريك في شركة التضامن أن يتنازل عن حصته في الشركة إلا إذا وافق جميع الشركاء أو بمراعاة شروط العقد الخاصية الثالثة انضمام شريك لشركة التضامن وإذا انضم شريك إلى شركة التضامن يكون هذا الشريك مسؤولاً مع بقية الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة يكون مسؤولاً عن ديون الشركة في جميع مواله وهذه الديون سواء كانت سابقة أو لاحقة لانضمام هذا الشريك الخاصية الرابعة إذا انسحب الشريك من شركة التضامن فلا يكون هذا الشريك مسؤولاً عن ديون الشركة التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه الخاصية الخامسة إذا تنازل أحد الشركاء في شركة التضامن عن حصته فلا يبرأ هذا الشريك من ديون الشركة قبل دائنيها إلا إذا قرى هؤلاء الدائنون هذا التنازل الخاصية الثالثة على مديري الشركة على مديري شركة التضامن وخلال ثلاثين يوماً من تأسيس الشركة أن يقوموا بنشر ملخصاً من عقدها في جريدة يومية توزح في المركز الرئيسي للشركة وكذلك يقومون بطلب قيد الشركة في سجل الشركات والسجل التجاري وهذا العقد الذي يقوم مديري الشركة بنشره في الجريدة اليومية يشمل البيانات التالية اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروع الشركة إن وجدت أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها ومعاد استحقاق كل هذه الحصة أسماء مديري الشركة ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة تاريخ تأسيس الشركة ومدة الشركة بدء السنة المالية وانتهاؤها كل هذه البيانات يجب أن يشملها عقد الشركة الخاصية الثامنة أنه لا يجوز للشريك في شركة التضامن دون موافقة بقية الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحسابه الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا يكون شريكا في شركة تنافس هذه الشركة إذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة التضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وإذا أخلى أحد الشركاء بهذا الالتزام يجوز أو للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة الخاصية التاسعة أنه لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة ولكن يجوز له أن يطلع على سير أعمالها وأن يفحص دفاتيرها ومستنداتها وأن يقدم النصح لمديري الشركة الخاصية العاشرة القرارات في شركة التضامن تصدر بالأغلبية لأراء الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك ولكن تكون العرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة لا تكون إلا بالإجماع ومع ذلك أن القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة لا تكون صحيحة إلا أن صدرت بالإجماع من جميع الشركاء الخاصية الحادية العاشرة أنه يجوز أن يعين الشركاء في عقد الشركة أو في عقد مستقل غير عقد الشركة يجوز أن يعينوا مديرا أو أكثر من بين الشركاء أو من غير الشركاء وإذا تعدد المديرون ولم يحدد اختصاص كل منهم ودون أن ينص على انفراد أي منهم بالإدارة ودون أن ينص على انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة ولكن يكون لباقي المديرين الاعتراض على هذا العمل قبل تمامه وتكون العبرة بالأغلبية في هذه الحالة ولكن إذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء وإذا اشترت أن تكون قرارات المديرين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز مخالفة هذا الشرط إلا لأمر عاجل يترتب على إذا تم تفويته خسارة جسيمة للشركة الخاصية الثانية عشر تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها في نهاية السنة المالية للشركة من واقع قائمة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر ويعتبر كل شريك في شركة التضامن دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح لمجرد تحديدها ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقة هذا الشريك الخاصية ثالثة عشر أن تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بشهر إفلاسه أو إعسائره أو بانسحابه من الشركة إذا كانت مدتها غير محددة ولكن مع ذلك يجوز أن ينصف عقد الشركة على أنه إذا توفى أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصر وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفى أحد الشركاء أو حجز عليه أو أشهر إفلاسه أو إعسائره أو انسحب أو انسحب تستمر الشركة بين باقي الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيب في أموال الشركة وفقا لآخر جرد تم في الشركة الشركة